أهلا بكم نهاية السياسة السوداء في هذا المقال للكاتب كيانجا تايلر في صحيفة نيويورك تايمز يشرح كيف أن القادة الأمريكيين الأفارقة لم يكونوا على مستوى القضية ولم يفعلوا أي شيء للتخفيف من إساءة الشرطة والعنف وأنه بالنسبة لمعظم الأمريكيين الأفارقة تبدلت الأمور ولكن ليس بما يكفي رأى الكاتب أن أفضل قادة الأمريكيين الأفارقة هم العمال ومنظمو التحركات لا المسؤولون المنتخبون وأنه مع انفجار قضيات فلويد وما رافقها من احتجاجات تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة جاء رد المسؤولين المنتخبين الأمريكيين الأفارقة حذرا وغير ملهم لفت الكاتب إلى أن الأمريكيين الأفارقة باتوا اليوم بفضل هذه القيادة الموجودة بين صفوف العمال الأساسيين في نهاية حقبة واحدة من السياسة السوداء وبداية عهد جديد والستريت جورنال رأت من جهتها أن علاقة البيت الأبيض مع الجيش تواجه اختبارا كبيرا وأن ضباط المتقاعدين يحذرون من تهديد يواجه هيبة الجيش واحترامه من خلال اقهامه في السياسة الداخلية وفقا لجنرالات المتقاعدين ومسؤولين في الفنتاجون وخبراء أكاديميين الصحيفة استشهدت في مقالها بأراء جنرالات العسكريين أكدوا أن الجيش يؤدي دورا في النظام الدستوري وهو المؤسسة الأكثر احتراما في أمريكا وأن تأثير الخسارة سيكون فقدان الثقة من قبل الأمريكيين وهذه الثقة تقول الصحيفة باتت على المحق واشنطن بوست تحدثت عن دليل بسيط عن أنتيفة يظهر كيف تحولت الاحتجاجات لتصبح مطالبة بالعدالة العرقية مشيرة إلى أن المجموعة التي وصفتها إدارة ترامب بأنها تهديد لم تكن موجودة في الغالب وأنه على الرغم من التحذيرات من تواغل المجموعة في عشرات المدن ليس ثم تدليل يثبت أن العنف القائم هو نتاج جهود يسارية منظمة كما أن سجلات الاعتقال الفيدرالية والمحلية في عشرات المدن لا تذكر أنتيفة عمليا إضافة إلى أن المسؤولين عن تطبيق القانون الذين استعدوا للغزو المزعوم من المجموعة يقرون الآن أن التهديد لم يظهر في الغالب